تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعى برقية تهنية من سمو الشيخ خالد بن محمد بن سلمان أهل خليفة مستشار جلالته رفع فيها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أسمائيات التهاني والتبريكات بمناسبة تحقيق مملكة البحرين لأربع ميداليات مع ختام دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 وأشاد سموه بهذا الإنجاز الرياضي الذي تحقق لمملكة البحرين في ظل ما يحظى به القطاع الشبابي والرياضي من دعم ورعاية كبيرة من جلالته رعاه الله وحرصه الدائم على تعزيز مكانة البحرين الرياضية على الساحة الدولية مشيدا بجهود أسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة وممثل جلالة الملك العمال الإنسانية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وأسمو الشيخ خارث بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ودورهما البارس في رفع اسم مملكة البحرين في المحافل الرياضية العالمية